الاحتقان داخل السرايا الحكومي قابله احتقان اشد خارج السرايا بعد خروج مناصري تيار الوطني الحر بالرئاسة ميشيل عون للتظاهر المتظاهرون اشتبكوا لفترة مع قوات الجيش امام السرايا الحكومي ما ادى الى اصابة سبعة جنود بحسب الجيش ثم انسحب مناصري تيار الوطني الحر احد ابرز القوى السياسية المسيحية في لبنان وطالب المتظاهرون في شعراتهم بوصول عون الى سدة رئاسة الجمهورية التي لا تزال فارغة كما اتهم رئيس الحكومة بمصادرة حقوق المسيحيين